السلام عليكم متابعي قناة ZNNSoft درسنا في هذا الفيديو وفي هذا اليوم سيكون عن كيفية معرفة المؤنث في اللغة الفرنسية إذن حتى لا أطيل عليكم وقبل أن نبدأ درسنا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة إذن على بركة الله نبدأ إذن سنتحدث هنا عن التغمينزو أو الحروف التي تكون في آخر الكلمة في اللغة الفرنسية وبها سنعرف المؤنث من المذكر سنعرف الفرق بينهما إذن نبدأ بأول تغمينزو لدينا إذن عندما تكون الكلمة الفرنسية تنتهي بE تنتهي بE وAN وE فإن تلك الكلمة تكون فيمنة أو مؤنثة لدينا هنا مثال لدينا هنا لا كوزين وتعني بالطبع كما تشاهدون تعني المطبخ لدينا مثال آخر لكابين وتعني المقصورة هذه هنا المقصورة كما لاحظتم هنا هذه الكلمة وهذه الكلمة هنا تنتهي بE وAN وE إذن أي كلمة في اللغة الفرنسية تنتهي بE وAN وE فإنها تكون فيمنة أو مؤنثة نمر الآن إلى حالة أخرى لدينا هنا A وAN وC وE إذن أي كلمة فرنسية تنتهي بهذه الحروف هنا تكون أيضا فيمنة أو مؤنثة لدينا هنا كلمتين نأخذهم كمثال لدينا هنا وتعني سيارة إسعاف كما تلاحظون لدينا هنا A N C وE نمر إلى كلمة أخرى ومثال آخر لدينا وتعني فرصة أو حد المهم كما تلاحظون لدينا A N C وE نمر الآن إلى حالة أخرى لدينا هنا T E وE أقص 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 هنا لدينا هنا UN PTI وتعني شافقة أو رحمة لدينا هنا UN AMITI UN AMITI وتعني الصداقة كما لاحظتم لدينا هنا في آخر هذه الكلمة T E وE أقص نفس الشيء هنا إذن أي كلمة تنتهي بT وE وأقص هذه التي تشاهدنا هنا فإنها تكون في من نمر إلى حالة أخرى لدينا هنا A E E إذن أي كلمة تنتهي بA E E فإنها تكون مؤنة أو في من نأخذ هنا هذه الكلمة كمثال لدينا هنا LA BE وتعني الخليج مثال آخر هنا لدينا UN KHAI وتعني طبشور أو طباشر على حسب المهم كما لاحظتم لدينا A E إذن أي كلمة كما قلت تنتهي بA وE فإنها في من نمر الآن إلى حالة أخرى لدينا E E N وE إذن أي كلمة تنتهي بهذه الحرف هنا فإنها تكون مؤنة أو في من لدينا هنا نأخذ هذه الكلمة كمثال لدينا UN PAN وتعني الألم لدينا هنا UN VAN وتعني وريد إذن نمر الآن إلى حالة أخرى لدينا هنا A E S O N إذن أي كلمة تنتهي بهذه الأحرف هنا أو هذه الحرف فإنها تكون في من أو مؤنة كما تلاحظون هنا لدينا A E S O N وهنا نفس الشيء إذن نقرأ هنا لدينا UN Saison وتعني فصل أو موسم هذه الكلمة أيضا نأخذها كمثال لدينا UN raison وتعني سبب نمر إلى مثال آخر أو حالة أخرى لدينا هنا E أقص وأقص هنا كما تشاهدون grave وال C H E إذن أي كلمة تنتهي بهذه الأحرف هنا لا تكون في من نأخذ هذه الكلمة كمثال لدينا UN خاش وتعني دار حضانة كما تشاهدون هنا هذه الكلمة أيضا أخذها كمثال لدينا UN ماش وتعني خصلة خصلة شعر إذن نفهم من هذه القاعدة هنا أن أي كلمة تنتهي بهذه الأحرف ستكون في من أو مؤنت نمر إلى مثال آخر أو قاعدة أخرى لدينا أ أقص هنا ثم في أ أقص كما تشاهدون أقص غاف إذن أي كلمة تنتهي بهذه الأحرف في اللغة الفرنسية ستكون في من كما نلاحظ في هذا المثال لدينا لساب كما تلاحظون أ أقص V-E وأ أقص هنا V-E لدينا هنا لساب يعني عصارة النبات وهنا لدينا une فاذ وتعني فول نمر إلى حالة أخرى لدينا هنا S I-O-N S I-O-N نلاحظ هنا في هذا المثال ونلاحظها هنا في هذا المثال إذن أي كلمة تنتهي ب S I-O-N فإنها مؤنة لدينا هنا هذا المثال une tension وتعني توطر وهنا أيضا لدينا une vision وتعني رؤية إذن نفهم من هنا أن أي كلمة تنتهي S I-O-N باللغة الفرنسية بالطبع تكون في من أو مؤنة نمر إلى حالة أخرى لدينا إذن هنا F F و E إذن أي كلمة تنتهي بهذه الأحرف F F و E تكون في من يجب حفظ هذه التغمين أو هذه الحروف التي تكون في الآخر يجب حفظها عن ظهر قلب لدينا أخذ هنا هذه كمثال لدينا إطاف إطاف مع أن تقرأ إطاف إطاف وتعني نسيج هذه الكلمة أيضا لدينا هنا كما تلاحظون F F و E في الآخر نفس الشيء هنا هنا لدينا إطاف وتعني باق نمر إلى حالة أخرى لدينا هنا نفع نمر إلى حالة أخرى لدينا هنا P P E إذن أي كلمة كما تعلمنا تنتهي بهذه الأحرف تكون في منا لدينا هنا نأخذ هذه الكلمة كمثال إن فغاب وتعني تسلق الصخور نفس الشيء كما تلاحظون P P E توجد هنا في الآخر وتوجد هنا في الآخر لدينا هنا إن نشاب وتعني متجر صغير إذن كما قلت يجب حفظ هذه الكلمات أو هذه الأحرف التي تكون في آخر الكلمة حتى نتمكن من التفريق بين الفمينة والمسكولة يعني بين المذكر والمؤنت أو المؤنت والمذكر إذن أي كلمة تنتهي بهذه الأحرف هنا لدينا T U D E فإنها تكون في منا أو مؤنت لدينا هنا وتعني قلق كما تلاحظون لدينا كما تلاحظون لدينا T U D E في الآخر نفس الشيء هنا T U D E لدينا هذه الكلمة تعني Inaptitude وتعني قدرة المهم إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الجزء الأول لكيفية معرفة المؤنت في اللغة الفرنسية إذن المرجو مشاركة هذا الفيديو وترك تعليق أو أي إضافة تريدون أن تضيفونها المرجو تركها في التعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا أيضا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وانتظروا الجزء الثاني من هذه السلسلة سلسلة تعلم اللغة الفرنسية وبالتحديد كيفية معرفة المؤنت في اللغة الفرنسية إذن إلى هنا نكون قد انتهينا شكرا وإلى الجزء الثاني إن شاء الله